السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائي طلاب الصف الثالث الابتدائي في درس جديد من دروس مادة الرياضيات درسنا لهذا اليوم الدرس السادس من الوحدة التاسعة بعنوان التمثيل بالنقاط لبيانات أطوال الجزء الثاني أهداف درسنا لهذا اليوم القياس إلى أقرب ربع إنش وتوضيح البيانات باستعمال التمثيل بالنقاط السؤال الأساس كيف يمكنني إنشاء واستعمال التمثيل بالنقاط؟ سنجيب عن هذا السؤال من خلال المثال التالي توضح العلامات الزرقاء على هذه المصطرة علامات الربع إنش تستعمل سلوى المصطرة لقياس شريط إلى أقرب ربع إنش سجلت سلوى قياسات جميع الشراط التي لديها نلاحظ أن هذه المصطرة مقسمة إلى أجزاء كل جزء منها هو ربع إنش وتستعمل سلوى هذه المصطرة وتستعمل سلوى هذه المصطرة لقياس شريط إلى أقرب ربع إنش ثم بعد ذلك سجلت سلوى القياسات التي حصلت عليها في جدول للبيانات نلاحظ أن طول الشريط الأول عزائي الطلاب يساوي 3.34 إنش فسجلت سلوى 3.34 إنش ثم قامت سلوى بقياس الشريط الثاني ووجدت أن طول الشريط الثاني يساوي 3 إنش فسجلت 3 إنش في جدول البيانات ثم قاست الشريط الذي يليه فوجدت أن طوله يساوي 3.4 إنش فسجلت 3.4 في جدول البيانات أكملت سلوى بنفس الطريقة فقاست الشريط التالي فوجدت أن طوله يساوي 3 إنش الشريط الذي يليه كان طوله يساوي 3.34 إنش في استعمال التقريب إلى أقرب ربع إنش الشريط الذي يليه الشريط الذي يليه 3.4 الشريط التالي 3.4 الشريط التالي 3.4 الشريط الشريط الذي يليه كان طوله 3.4 الشريط الأخير كان طوله 3.4 ثم بعد ذلك أنشأت تمثيلا بالنقاط سنوضح الآن الخطوات التي قامت بها السلوى لإنشاء التمثيل بالنقاط بداية رسمت خط الأعداد ووضعت عليه القيم 3.3.3.3.4 نلاحظ أن القيمة الأولى لدينا هي 3.3.4 فوضعت نقطة فوق العدد 3.3.4 ثم انتقلت إلى القيمة التالية وهي 3.3 فوضعت نقطة فوق العدد 3.3 القيمة التالية هي 3.4 إنش فوضعت نقطة فوق العدد 3.4 إنش القيمة التي تليها هي 3 إنش فوضعت نقطة فوق الثلاثة القيمة التالية هي 3.3 وثلاثة أرباع الإنش فوضعت نقطة فوق العدد 3.3 وثلاثة أرباع الإنش انتقلت إلى القيمة التالية وهي 3 إنش فوضعت نقطة فوق الثلاثة القيمة التالية 3.4 إنش فوضعت نقطة فوق 3.4 إنش انتقلت إلى العدد التالي وهو 3 إنش فقامت بوضع نقطة فوق 3 القيمة التالية 3.34 إنش فوضعت نقطة فوق 3.34 القيمة التي تريها هي 3.34 فوضعت نقطة أيضا فوق 3.34 القيمة التالية 3.4 إنش فوضعت نقطة فوق 3.4 إنش القيمة الأخيرة هي 3 إنش فوضعت نقطة فوق 3 بهذا تكون قد أنشأت تلوى التمثيل باستعمال النقاط يمكن للمصدر أن تساعدني على أن أكون دقيقا في القياس ويمكن للتمثيل بالنقاط أن ينظم البيانة والآن لننتقل أعزائي الطلاب إلى صفحة رقم 199 إلى تدرب مستقل التدريب الخامس قاس أحمد أطوال ألعاب الديناصوري لديه إلى أقرب ربع إنش سجل الأطوال أنشئ تمثيلا بالنقاط لتوضيح البيانات إذن ماذا قاس أحمد يا أبطال؟ أحسنتم رائعون قاس أحمد أطوال ألعاب الديناصوري لديه إلى أقرب ربع إنش ثم ماذا فعل؟ أحسنتم سجل الأطوال وما المطلوب مننا في هذه المسألة؟ أحسنتم رائعون أن أنشئ تمثيلا بالنقاط لتوضيح هذه البيانات جاء دوركم يا أبطال أوقف الفيديو حل التدريب ثم أكمل الفيديو بعد إنهائك الحل كيف كانت حلولكم؟ أنتم مبدعون والآن لنقم بحل هذا التدريب معنا بداية نلاحظ أن أقل قيمة لدينا هي الواحد إنش وأكبر قيمة لدينا هي الاثنان وربع الإنش نضع عنوانا مناسبا للتمثيل بالنقاط ما رأيكم بالعنوان يا أبطال؟ أحسنتم رائعون أطوال ألعاب الديناصور ثم بعد ذلك الخطوة التالية نقوم برسل خط العداد ونبدأ بالعدد واحد لأنه أقل قيمة لدينا ونضيف ربع إنش كل مرة حتى نصل إلى العدد اثنان وربع ونضع القياس المستخدم وهو وحدة الإنش ثم بعد ذلك نبدأ بتمثيل البيانات التي لدينا باستعمال النقاط نبدأ بالقيمة الأولى لدينا وهي واحد وربعان فنضع نقطة فوق العدد واحد وربعان على خط العداد ثم ننتقل إلى القيمة التالية وهي اثنان وربع فنضع نقطة فوق العدد اثنان وربع ثم ننتقل إلى القيمة التالية وهي واحد إنش فنضع نقطة فوق العدد واحد على خط العداد ثم ننتقل إلى القيمة التالية وهي واحد وربعان فنضع نقطة فوق العدد واحد وربعان على خط العداد القيمة الأخيرة لدينا هي واحد وثلاثة أرباع الإنش فنضع نقطة فوق العدد واحد وثلاثة أرباع الإنش في هذه الطريقة نكون قد أنشانا تمثينا بالنقاط لتوضيح البيانات تأكد عزيزي الطالب أن إجابتك كانت صحيحة قبل الانتقال إلى التمرين التالي ننتقل الآن إلى التمرين السادس في نفس الصفحة أقيس طول كل من الديناصورين في الصورة المجاورة إلى أقرب ربع إنش أكتب طول كل ديناصور ووضح الطولين على التمثيل بالنقاط إذن ما هو المطلوب من هذه المسألة عزيزي الطلاب؟ أحسنتم بداية يجب أن أقوم بقياس طول كل من هذه الديناصورات الاثنين إلى أقرب ربع إنش ثم بعد ذلك أكتب طول كل ديناصور وأخيرا يجب أن أوضح الطولين على التمثيل بالنقاط والآن دورك عزيزي الطالب أوقف الفيديو حل التدريب ثم أكمل الفيديو بعد إنهائك الحل كيف كانت حلولكم يا عبطال؟ أنتم رائعون والآن لنحل هذا التدريب معنا بداية يجب أن أقوم بقياس طول كل من الديناصورين الموجودين أمامنا نبدأ بالديناصور الأول أضع المصدر بحيث يكون أحد طرفي الديناصور محاذيا للعدد صفر فيكون قياس الديناصور الأول أحسنتم قياس الديناصور الأول يساوي واحد إنش أنتقلوا إلى الديناصور الثاني بنفس الطريقة أضع أحد طرفي الديناصور محاذيا للعدد صفر فيكون قياس هذا الديناصور إلى أقرب ربع إنش يساوي أحسنتم رائعون أثنان وربع إنش الآن يجب أن نوضح الطولين على التمثيل بالنقاط فنبدأ بالديناصور الأول قياس الديناصور الأول يساوي واحد إنش فنضع نقطة فوق العدد واحد أنتقل إلى الديناصور الثاني كان قياس الديناصور الثاني يساوي اثنان وربع إنش فأضع نقطة فوق العدد اثنان وربع والآن عزيزي الطالب تأكد أن إجابتك كانت صحيحة قبل الانتقال إلى التمرين التالي ننتقل الآن إلى صفحة رقم 200 إلى ممارسات الرياضيات وحل المسائل في التمرينين سبعة وثمانية أستعمل التمثيل بالنقاط أدنى إذن أعزائي في التمرينين سبعة وثمانية ماذا يجب أن نستعمل؟ أحسنتم رائعون التمثيل بالنقاط الموضح أمامنا ننتقل الآن إلى التمرين السابع أنشأ خالد تمثينا بالنقاط لتوضيح المسافة بالإنش التي زحفتها الحلزونات المختلفة في سباق مدته خمسة دقائق أي مسافة زحفتها الحلزونات كانت أكثر تكرارا إذن أعزائي الطلاب ماذا أنشأ خالد؟ أحسنتم رائعون أنشأ تمثيلا بالنقاط وماذا يوضح هذا التمثيل؟ أحسنتم رائعون المسافة بالإنش التي زحفتها الحلزونات المختلفة في سباق مدته خمسة دقائق نلاحظ أن هذا التمثيل بعنوان سباق الحلزونات لأنه يمثل المسافة التي قطعتها الحلزونات أثناء السباق ووحدة القياس المستخدمة هي الإنش ما المطلوب من هذه المسألة يا أبطال؟ أحسنتم رائعون أي مسافة زحفتها الحلزونات كانت أكثر تكرارا جاء دوركم يا عزائي الطلاب أوقف الفيديو حل التدريب ثم أكمل الفيديو بعد إنهائك الحل كيف كانت حلولكم يا أبطال؟ أنتم رائعون والآن لنحل هذا التمرين معا بالنظر إلى التمثيل بالنقاط الذي أمامنا نلاحظ أن أكبر عدد من النقاط كان يوجد فوق العدد تسعة وربع وعددها ستة نقاط إذن أستنتج المسافة الأكثر تكرارا التي زحفتها الحلزونات هي تسعة وربع الإنش تأكد من إجابتك عزيزي الطالب قبل الانتقال إلى التمرين التالي ننتقل الآن إلى التمرين الثامن من نفس الصفحة أعزائي الطلاب مهارات التفكير العليا بكم يزيد عدد الحلزونات التي زحفت أكثر من ثمانية وثلاثة أرباع الإنش عن عدد الحلزونات التي زحفت أقل من ثمانية وثلاثة أرباع الإنش إذن ما المطلوب من هذه المسألة عزيزي الطلاب أحسنتم أن أجد بكم تزيد عدد الحلزونات التي زحفت أكثر من ثمانية وثلاثة أرباع الإنش عن عدد الحلزونات التي زحفت أقل من ثمانية وثلاثة أرباع الإنش والآن جاء دورك عزيزي الطالب أوقف الفيديو حل التدريب ثم أكمل الفيديو بعد إنهائك الحل كيف كانت حلولكم يا أبطال؟ أنتم رأيهم لنقم بحل هذا التنبين معاً بداية أحدد العدد ثمانية وثلاثة أرباع على التمثيل بالنقاط ثم أحسب عدد الحلزونات التي زحفت أكثر من ثمانية وثلاثة أرباع الإنش نلاحظ أن عدد الحلزونات التي زحفت أكثر من ثمانية وثلاثة أرباع الإنش هي نفسها عدد النقاط الموجودة داخل المستطيل الأخضر نقوم بعد هذه النقاط فنجد أن عددها يساوي تسعة عشر نقطة أي أن عدد الحلزونات التي زحفت أكثر من ثمانية وثلاثة أرباع الإنش يساوي تسعة عشر حلزونات ثم بعد ذلك أقوم بحساب عدد الحلزونات التي زحفت أقل من ثمانية وثلاثة أرباع الإنش واستخدموا عملية الطرح لكي أجد الفرق بينهما عدد الحلزونات التي زحفت أقل من ثمانية وثلاثة أرباع الإنش مساويا لعدد النقاط الموجودة داخل المستطيل الأحمر عند القيام بعد هذه النقاط نلاحظ أن عددها يساوي 6 نقاط أي أن عدد الحلزونات التي زحفت أقل من 8 و 3 أرباع الإنش يساوي 6 حلزونات نقوم بعملية الطرح فنجد أن الفرق بينهما يساوي أحسنتم مبدعون 13 هذا يعني أنه يزيد عدد الحلزونات بمقدار 13 حلزونا والآن لننتقل إلى مسألة تقويم صفحة رقم 200 تصنع فاطمة رباطا للشعر اشترت قطعة زينة ذات أطوال مختلفة وسجلت أطوالها باستعمال التمثيل بالنقاط الموضح أمامنا كل نقطة في التمثيل بالنقاط تمثل طول قطعة زينة مختلفة اشترتها فاطمة والآن لننتقل إلى التمرير رقم 13 أي أطوال اشترت منها فاطمة أكثر أختر كل ما ينطبق لدينا الخيارات التالية الخيار الأول 1 إنش الخيار الثاني 1 وربع الإنش الخيار الثالث 1 وربع الإنش الخيار الرابع 1 و3 أربع الإنش والخيار الأخير 2 إنش والآن لنحلل هذه المسألة معنا ماذا تصنع فاطمة؟ أحسنتم مبدعون تصنع فاطمة رباطا للشعر وماذا اشترت؟ أحسنتم اشترت قطعة زينة ذات أطوال مختلفة وسجلت أطوالها باستعمال التمثيل بالنقاط نلاحظ أنها وضعت العنوان المناسب وهو أطوال قطعة زينة المختلفة واستخدمت وحدة القياس بالإنش ووضعت القيم التي حصلت عليها وهي الواحد وربعان واحد وثلاثة أربع واثنان إنش وما المطلوب من هذه المسألة؟ أحسنتم أن أحدد أي أطوال اشترت منها فاطمة أكثر وأن أختار كل ما ينطبق من الخيارات التي أمامي جاء دورك عزيزي الطالب أوقف الفيديو حل التدريب ثم أكمل الفيديو بعد انهائك الحل كيف كانت حلولكم؟ أنتم مبدعون هيا بنا لنحل هذا التمرين معا عند النظر إلى التمثيل بالنقاط نلاحظ أن عدد النقاط فوق العدد واحد وربعان وعدد النقاط فوق العدد واحد وثلاثة أربع هي الأكثر تكرارا وعددها يساوي ستة أي أن الأطوال التي اشترت منها فاطمة أكثر هي واحد وربعان وواحد وثلاثة أربع فأختار الخيار الأول الذي يحتوي على واحد وربعان ثم أختار الخيار الثاني واحد وثلاثة أربع تأكد عزيزي الطالب أن إجابتك على هذه المسألة كانت صحيحة إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم أشكركم حسن متابعتكم والاهتمام على أمل أن ألقاكم في فيديو آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته